أحياء حلب الشرقية تتمزق بنيران قوات النظام السوري والقوات الروسية إنه عنوان التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول الوضع الإنساني والميداني في حلب بعد مرور أسبوع كامل من جحيم القصف الهمجي فمنذ إعلان خطة وقف إطلاق النار في التاسع عشر من الشهر الحالي سعدت قوات النظام وحليفتها روسيا من وطيرة الهجمات العشوائية مستهدفة أحياء حلب الشرقية التي تفتقر بالأصل إلى جميع الخدمات الضرورية والحيوية للقيام بمهامها في ظل نقص الإمكانيات الطبية وعجز المشافي عن استقبال مزيد من المصابين حيث عانى بعضها من نقص في الدم الأمر الذي أجبرها على إطلاق النداءات استغاثة للتبرع وتسبب القصف أيضا في تدمير خمسة مراكز للدفاع المدني ما أدى إلى تقليص في قدرة عناصره على انتشال الضحايا وإطفاء الحرائق وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهد 171 مدنيا بينهم 37 طفلا و26 سيدا و57 مدنيا على يد قوات النظام فيما روسيا تتحمل العدد الأكبر بحوالي 114 شهيدا روسيا التي تتحدث عن الهدن ووقف إطلاق النار ومكافحة العمليات الإرهابية تطالب بعملية سياسية كما أشار التقرير إلى استهداف 12 مركزا حيويا عشرة مراكز على يد القوات الروسية واثنان من قبل قوات النظام ومن ضمنها محطة مياه باب النيرب ما أدى إلى تضرر كامل القواتع الرئيسة وخط التوتر الكهربائي المغذي للمحطة وتوقفها عن الخدمة مؤقتا الهجمات الأخيرة التي شهدتها أحياء حلب المحاصرة تمت عبر أسلحة حارقة منها وأخرى بالصواريخ الارتجاجية المسببة لهزات أرضية سياسة الأرض المحرقة تتبعها روسيا ونظام الأسد فيما يتبجح المجتمع الدولي بالحديث عن عملية سياسية ومفاوضات واضعين المجرمة والضحية بخانة واحدة